صباح كنا صحة من جديد بفقرتنا الطبية لليوم رح نحكي عن القرنية المخروطية من أمراض العيون الشائعة اللي بنسمع عننا كتير لكن ما بنعرف تفاصيلها خصوصا اليوم بالحياة في كتير من المشاكل كتير من الأمراض كتير من العادة الخاطئة اللي ممكن تأثر على صحة العين ولا سمح الله ممكن تسبب عما جزئي أو كلي قدموهم اليوم يا فرح نحن نهتم أكتر بصحة عيوننا قلت لما قلتها هذه فكرة كتير مهمة أننا رح نحافظ على سلامة العين ونظافتها وحتى نحميها من أي ممكن جسم غريب ممكن يدخل فيها أو ممكن طريقة تنظيف ممكن تكون خاطئة ممكن نحن ما بيخطر لنا أنه تودي الأمراض ممكن تكون كبيرة وتسبب لنا مشاكل صعبة اليوم رح نحكي عن القرنية المخروطية بالتفصيل شو أسبابها وطرق العلاج وكتير من التفاصيل مع دكتور باسل إبراهيم اختصاصي بأمراض العين والجراحة صباحاً دكتور أهل وسهلاً فيك أهلا وسهلاً بحضرتك يعني نحكي عن موضوع حساس جداً خلينا بالبداية قبل ما نفوت بتفاصيل هذا الموضوع نتعرف تحنا والمشاهدين شو من نقصد بالقرنية المخروطية بداية قبل ما نحكي عن القرنية المخروطية لازم نذكر المشاهدين بالقرنية الطبيعية شو هي تكوينها وسيلة شكلها القرنية الطبيعية هي الوسط الكاسر الشفاف الأول بالعيم والأمامي بالعين واللي هو مسؤول عن كسر الضوء بنسبة تقريباً 60% القرنية هي شكلها محدب أقرب للدائري يعني منحني أقرب للدائري شفاف بشكل كامل شفافيته صايرة بسبب وجود ألياف اسمها ألياف الكولاجين هي منتظمة بشكل وبطريقة معينة وبانتظام معينة وبكسافة معينة بتخليها القرنية متينة وبتاخد شكل معين وبتاخد شفوفية معينة هل اسم هذا ضروري كتير نضل حافظينه لأنه هذا بدي تكرر معنا باللقاء كتير هل القرنية المخروطية بصير في عنا احنا خلل بتشكل أو بانتظام ألياف الكولاجين وبالتالي هي القرنية المخروطية بدل ما تاخد شكلها المنحني المكور بصير شكلها مثل مخروط تترقى بشكل مستمر وشكل مترقي لبين ما تاخد شكل المخروط طبعاً احنا القرنية الطبيعية قادرة على أنه تفوكس الضوء بشكل كتير دقيق على الشبكية بحكم شكلها هلأ لما شكلها يتخربط أو يصير مثل شكل المخروط فهذا الموضوع بيأثر على الرؤية بيأثر بيعمل زواغانات وبيعمل الخيال يعني مشوه على الشبكية هلأ قرنية المخروطية من وين أخد أهمية أول شيء هذا المرض هو مرض كتير شائع ببلادنا شائع بدور الشرق الأوسط بمناطق المرتفعات مناطق الجبلية هو مرض سنائي الجانب يعني هو بصيب عين وبعدين بنتقل للعين الثانية وللأسف هي شغلة أحيانا ممكن يكون أمر ضار لأنه ما بينتبه المريض على حاله إلا بعد ما تنصاب العين الثانية وبتكون العين الأولى يعني مرأة مرحلة كتير كبيرة من القرنية المخروطية وهو بالوحاسس على حاله الشغلة المهمة كمان أنه هذا المرض بصيب عمر الشباب والأعمار المنتجة يعني من أعمار البالغين لحد عمر 30-35 سنة وبالتالي هي بتصيب الفئة الفعالة عنا بالمجتمع وهذا الشيء له كتير ضرره وبالإضافة لأن القرنية المخروطية هي أهم سبب لزرعة القرنية عنا بمجتمعاتنا له الأسباب هي كلها هذا الموضوع بده وعي كتير مجتمعي وعي صحي وتعاون بين المرضى والمؤسسات الطبية ذكرت دكتور أنه هي منتشة بشكل فتير كبير ببلادنا وذكرت أنه ممكن تكون بالمرتفعات هل هو السبب يمكن طبيعة المنطقة أو سبب وراثي؟ خلينا نعرف الأسباب بالتحديد نحاول حسنا قدر الإمكان وكيف المريض ممكن ينتبه لبدايات تشقل هذه المرض؟ بالنسبة للسبب الأساسي للقرنية المخروطية هو ضعف ببنية القرنية مثل ما حكينا إحنا ألياف الكولاجين عند القرنية الطبيعية عم تعطيها شكل معين وشفافية معينة لما تضعف بنيت القرنية بسبب خلل بألياف الكولاجين بصير في عنا إحنا تحدب بالقرنية وبصير في رأة بالقرنية أهم سبب يذكر حاليا للقرنية المخروطية هو الفرق المتكرر عند المرضى اللي في عنده الرمض ربيعي اللي في عنده الحساسية عينية اللي في عنده التهاب جل التحسسي ولي في عنده الربو هذول المرضى كتر الفرق هذا بسبب حتس بالقرنية وبسبب ترقق بالقرنية حتى أنه الدراسات ذكرك أنه بعض المرضى اللي ما في عندهم تأهب للقرنية المخروطية وبيضلوا يفرقوا عينهم بشكل مستمر هذا الشيء بيأدي إلى قرنية مخروطية وحتى المرضى اللي في عندهم تأهب للقرنية وبيكونوا ممتنعين عن فرق عينهم أو يعني إحنا منوصيهم دائما أنه ما يفرقوا عينهم وما بيفرقوا عينهم بيكون تطور القرنية المخروطية عندهم أقل فلذلك حق القرنية وفرق القرنية بشكل مستمر بشكل تقريباً 50% من الحالات ممكن أن تكون ويراثي دكتور؟ وارد طبعاً هناك عامل تاني هو العامل الوراسي ولكن كان يعتقد أنه هو أهم عامل وهو السبب الأساسي وكان يعتبر أن القرنية المخروطية هي مرض ويراثي ولكن الوراسة ما لمسؤولة عن أكتر من 10% ل 15% من الحالات هناك أسباب تانية مع الحساسية العينية بتأهب للحساسية مثل الجفاف مثل أشعة الشمس تعرض لأشعة الشمس هي أصلاً تعمل حساسية وبتزيد كمان من حالات القرنية المخروطية هناك أمراض مهمة كمان عننا مثل مرضى الربو أو مرضى داون المنغوليزم هدول المرضى تقريباً ربعون لتلتهم بصير في عنا قرنية مخروطية فلذلك كثير ضروري أن هدول المرضى راقبون خاصة أنه هن ما بيشكوا يعني هدول المرضى أنا لازم أعمل لهم فحص دوري كل فترة والتانية حتى لو ما شكوا لأنه ما عندهم دايماً القدر على أنه يميزوا وأنه قدرتنا نزلت أو كذا المرأة الحامل بعض التقارير أو بعض الدراسات بتقول أنه فيه احتمال فترة الحامل أو الولادة ممكن تطور القرنية المخروطية ولكن هي بتظل دراسات مالا مؤكدة سمعم يعني خلال حديثك دكتور في عنا أسباب كثيرة اليوم ممكن أنه يصير عنده شخص قرنية مخروطية طيب هليننا نحكي عن الأعراض اليوم شوية الأعراض أو الدلالات أو العلامات اللي ممكن تظهر عند الشخص ونعرف أنه عنده قرنية مخروطية وفيه سؤال كمان هل هي الأعراض بتتشابه عندك كل شخص أم لا ممكن تكون ناغير تمام هلأ المريض القرنية المخروطية ببداياته ممكن يكون شخص تعرضي يعني أنا ممكن مثلا روح لعن طبيب عم بشكي من رمض ربيعي عم بشكي من حساسية عينية أو في حدا من إسرتي في عنده قرنية مخروطية فأنا رايح فقط للأطمئنة هلأ ممكن بالبداية الطبيب ما يلاحظ شيء أو يلاحظ درجات خفيفة ممكن يوصف لي نظارة ويطلب مني مراقبة بشكل دوري خاصة إذا في عني قصة عائلية أو في قصة طبعا يعني رمض ربيعي أو حساسية عينية هلأ بالمراحل اللي بعدها ممكن يزيد درجاتك نعمل تشوش بالرؤية عند المريض هالتشوش الرؤية بيختلف عند المرضى التاني بنقطة كتير جوهرية هلأ المريض اللي بيكون في عنده نقص أو انحراف هذا المريض كل فترة السنة سنة ونص تقريبا لبين ما ممكن تتغير النظارة بس بشكل بسيط مريض القرنية المخروطية خاصة لمرحلة البلوغة أو لمرحلة الصغار بالعمر بيكون تطور الدرجات عندهم بشكل سريع جدا يعني أنا بمعنى بروح بسوي نظارة عن طبيب بيعملي نظارة برتاح علي بالبداية بعدين بعد شهر أو شهرين ما عدرتاح على النظارة فأنا بطرق الفترة أصيرة غير النظارة فهالتسارع هذا بلازم يسير الشك عند الطبيب أنه إحنا في عنا قصة غير طبيعية بالقرنية فالطبيب بيطلب الفقوصات اللازمة هلأ في عنا أعراض تانية اللي هي الزوغانات أنا ما بشوف الشكل بشكل يعني الجسم بشكل دقيق بشوف هالات حول الضوء في شغلة كتير مميزة بالقرنية المخروطية هي شفع بعين وحدة شفع يعني ازدواجية الرؤية بعين وحدة يعني أنا مجرد ما سكر العين المنيحة العين التانية السيئة اللي أنا عم بشكي منها بلاقي أنه الجسم ما لهم شوه بلاقي الجسم مواضح ولكن في جنبه جسم تاني أو خيال تاني فهذا الشفع كمان بيصير الشك بالقرنية المخروطية طبعا الأعراض بتزداد بشكل تدريجي لتعمل حساسية للضوء بتعمل انزعاج من الضوء والقيادة الليلية بالأخير ممكن إذا المريض كتير كان مهمل بحاله وما كتير انتبه للموضوع ممكن الموضوع يقدي لترقق القرنية بشكل كتير كبير وممكن يعمل مدبة بالقرنية وكسافة بالقرنية وفقط برؤية بشكل جزئي أو كامل يعني عم نحكي دكتور عن خطر كبير نحن نفقد الرؤية بشكل كلي أو حتى بشكل جزئي اليوم نحكي عن العلاج حتى يمكن ما نوصل لهي الدرجة المؤذية للمريض شو ممكن يكون العلاج من المراحل البسيطة إلى المراحل المتقدمة تمام هلا بمجرد ما أنه أنا كطبيب شكت أنه في عندي أنا قرنية مخروطية خاصة عند المرضى المؤهبين بشكل كتير كبير أنا بطلب مباشرة تشخيص الدهبي للقرنية المخروطية هو تصوير طوبغرافيا القرنية أنا بمجرد ما أتأكد أنه في عندي أنا قرنية مخروطية عند المريض مباشرة أنا من خلال عمره بيكون العلاج هلا إذا كان العمر صغير بأعمار البالغين بـ 12 سنة 13 سنة إلى حد عمر العشرين فيه عندنا إجراء متفق عليه عالميا مشان تثبيت القرنية المخروطية هو تصليب القرنية أو تثبيت القرنية الضوية هذا المريض فيه عنده حلقة معيبة الدرجات رح تزيد وضعف القرنية رح يزيد وترقق القرنية رح يزيد فأنا هون مباشرة بأعمل وقف له الحلقة المرضية عن طريق تثبيت القرنية شو هو تثبيت القرنية؟ هو عبارة عن عملية بتمتح التخدير الموضعي للمريض بعمل فيه أنا تشريب للفيتامين للقرنية وبعدها بعرضها لأشعة فوق النفسجية بحيث أنه تعمل مثل تصليب أو سباتية لروابط الكولاجين عند هذا المرض وبالتالي القرنية ببقى تترقى القرنية بتظلم حافظة على سباتة والقرنية بتظلم حافظة على الدرجة اللي وصبت له يعني أنا ما عم صحح نظر ما عم بالغي درجات وإنما أنا عم سبت الحالة مثل ما هي طبعاً هذا الموضوع كتير مفيد لما تكون القرنية المخروطية ببدايتها يعني أنا المريض ببدايتها مثل ما قلتنا أنه بجوز المريض يكون له عرضي ما عم بحس أبداً بيتشوش بالرؤية ما في عنده غير ممكن درجات بسيطة ممكن تتعدل بالنظارة أو العدس اللاصقة البسيطة فأنا بهالحالة بكون خدمت المريض أنه سبت له الرؤية المجدية الرؤية المنيحة وبأقل خسائر عند هذا المريض يعني هي العملية ما بدأ استشفاء ما بدأ تخذير عام ما بدأ إقامة بالمشفاء بعد أسبوع المريض بيقدر يرجع لحياته الطبيعية أكيد هلأ المريض بعد فترة في حال أنا ما انتبهت له للمريض أو ما إجاني غير محي متقدمة أكثر إحنا العدسات العادية أو النظارات العادية ما بقى تفيده لأنه صار في عنا نوع من الانحراف أو الحرج اسمه حرج مخالف للقاعدة أو حرج غير منتظم هذا المريض ما بيكون مرتاحة للنظارات فأنا بالطرح أقول له شيء اسمه عدسات لاصقة العدسات اللاصقة بالقرنية المخروطية المتوسطة لازم تكون عدسات لاصقة قاسية شو الفرق بينه وبين العدسات اللاصقة التجميلة واللي احنا منحطها القاسية هي بتغير تحده بالقرنية بتغير الوجه الأمامي للقرنية طول ما هي ملبوسة فهي تعطي أفضل رؤية لهذا المريض ولكن مشكلتها مثل ما قلنا قبل شوي إنه القرنية المخروطية كتير شائعة عند الناس يلي في عندهم حساسية أو اللي في عندهم جفاف وبالأصل هذول المرضى أصلا قادرين على إنه يتحملوا العدسات اللاصقة فكتير من المرضى ما بيقدروا يتحملوا هالعدسات اللاصقة نلجأ بقى لعلاج تاني اسمه علاج دعامات القرنية أو الحلقات القرنية تشي اسمه زرع حلقات تمام زرع حلقات هاي عبارة عن قطعة بلاستيكية منحنية بتنزرع بمحيط القرنية هدفة أن القرنية إحنا موحكينا أنه هي عم تتحدى بمثل شكل المخروط فهي هدفة تصطيح القرنية يعني معاكسة الآلية المرضية تمام؟ طبعا هي بتاخد وقت لما تعطي نتيجة بين تقريبا الشهرين وكتب شهور أحيانا أكتب ولكن مشكلتها أنه ما بتعطي نفس الفعالية عند كل المرضى يعني أنا مثلا مريض اللي في عنده ناقص مثلا بعطيه ضنبارة أنا متأكد أنه رح يرتاح بس مريض الحلقات أنا ما بعرف كيف هي القرنية بلا تستجيب على الحلقات فيه مرضى باستجيبه بشكل كتير مني وفيه مرضى للأسف ما باستجيبه بشكل مين هنالمرضى اللي ما نقدر نحطه لن دكتور فيه هيك نماذج أو جميع المرضى مع اختلاف درجات الاستشفاء لا هلا المريض المخصص له الحلقات أو الدعامات القرنية هي مخصصة للمرضى درجة متوسطة ما للدرجة الشديدة أنا بمجرد ما صرت بالمرحلة المتقدمة أو الدرجة الشديدة للقرنية المخروطية أنا صار يوميتا بقى بلزمني استبدالها القرنية اللي صارت عند المريض للأسف يعني إحنا القرنية كل ما ترققت أكتر كل ما صار في التشقق بالطبقات الداخلية فاتت سوائل من الميت العين أو الخلط المائي فاتت على القرنية عملت سماكة وزم بالقرنية بعدين بقى تقلب لا ترقو مجرد ما ترققت القرنية أنا يوميتا ما عاد أقدر لاحط عدسة لاصقة لاحط نظارة لاحط عدسة داخل العين ولاحط حلقات أو دعامات للقرنية وميتابا ما بيظل في عندي غير زرع القرنية طبعا فيه أشكال مختلفة زرع القرنية ولكن هو المرحلة النهائية صحيح دكتور يعني ذكرت علاجات عديدة اليوم ويمكن الكشف المبكر عن الحال يمكن بيوفر رحلة هذه العلاجة الطويلة طيب خلينا نحكي اليوم عن طرق الوقاية من القرنية المخروطية شو فينا نعطينا صائح اليوم هلأ احنا لحد الآن ما صار في عندنا طريقة لكشف الجينات أو لكشف الحالات اللي هي مؤهبة للقرنية المخروطية أكتر من غيره ولكن احنا ضمن الوسائل المتاحة بالنسبة لنا ممكن الكشف المبكر الوقاية المبكرة عن هذا الموضوع عند المرضى المؤهبين أكتر من غيره يعني أنا في عندي مثلا فرد بالأسرة في عنده قرنية مخروطية أنا لازم أعمل مسح لكامل أفراد الأسرة أنا مريض بيجيني بأعراض رمض ربيعي بأعراض حساسية عينية هذا ممكن أنا أعمله استشارات وأعمله فخوصات باكرة قدر الأمكان إذا اكتشفت أنه عنده قرنية مخروطية أنا بسارع لتصليب القرنية وتسبيت القرنية الضوئي لحتى أن يوفر عليه كثير معاناة ووفر عليه كثير التشوش بالرؤية المرضى اللي بيكونوا بالغين أكترين يعني عمر العشرين والخمسة وعشرين سنة هذول ما منخاف إذا لقينا عنده قرنية مخروطية ببداياته مثل ما خاف عند الصغار لأنه تطور القرنية المخروطية منفكر أنه عند الكبار السن ممكن تسيبهم أبداً بس عم نسمع أنه عندكم موجودة عند الصغار هي القرنية المخروطية هو المرض بيبلش بعمر 12-13 سنة بعمر البلوغ بيضل ثلاثين بس هو للأسف أحياناً المريض من كتر ما أنه يعني بيكابر على حاله وما في شيء أو أنه المرض بيكون بعين واحدة والعين الثانية ما عم بشكل منه فهو ما بينتبه لألا مؤخرا وأنما هو المرض هو مرض سنائي الجانب ومرض بيبلش بأعمار صغيرة فلذلك مثل ما حكينا كمان الأعراض اللي بتكون يعني باكرة عند الأعمار الصغيرة هي لازم إحنا نسارع للتصلي المرضى اللي بيشكوا من أعراض حساسية أنا دائماً منصحهم أوعة تفرق عينها أوعة تمد إيدك على عينها أطراك الحساسية كمادات باردة لا تمد إيدك على عينك ممكن حتى القرنية إذا كانت مؤهبة لأنه يصير في عنا قرنية مخروطية ممكن بالوقاية من فرق العين ممكن إحنا نحمي المريض من تطور هذه القرنية المخروطية قرنية مثل ما حكينا إحنا أهميتها بالأخير أهمية كتير كبيرة وهو مرض بصيب مثل ما حكينا إحنا الأعمار المنتجة بالمجتمع ولذلك الحماية والوقاية ويعني إبطاء المرض والتداخل بأعمار مبكرة بسمح للمريض يعيش بحياة أقرب للطبيعة اليوم دكتور بنسمع يعني هذه بين الصبايا بشكل خاص أنه أدوات المكياج أو التجميل الاستحضام الخاطئ إلى يمكن تبادل بين الصبايا هذا الشيء اللي عم بيصير وحتى طرق التنظيف للعين أحلانا إهمالها أهمال تنظيف للعين هل ممكن يؤدي إلى قرنية مخروطية أو أمراض أخرى بالعين لا تقل خطورة عن القرنية المخروطية؟ هلأ التبادل باستخدام الأدوات الشخصية هلأ هو ما له مؤهب من مؤهبات القرنية المخروطية ولكن هو للأمانة مؤهب من مؤهبات الأنتان داخل العين يعني ممكن يعملي أنا التهابات بالملتحمة ممكن يعملي قرحات بالقرنية ممكن يعملي التهابات بالأشفان فيه كثير أمور بسبب انتقال العدوى وانتقال الجراسين بين مثلا عين تكون ملتهبة إلى عين تانية ممكن استخدام الأدوات الشخصية بين شخص وآخر ممكن تعملها ولكن هي مالة من المؤهبات القرنية النومية تمام دكتور يعني خلينا نقول في حال الشخص تأخر للعلاج يلي ممكن يناسب حالته هو ممكن يحتاج مثلا يحصل على نتيجة مهمة بتصحيح البصر يعني هو للأمان أم خلص فقد الأمل من الموضوع هلأ هو للأمان بس أول فكرة احنا بنا نحكيها أنه مريض القردين المخروطي هو مريض مضاد استطباب لإجراء تصحيح البصر سواء عن طريق الليزر أو عن طريق الليزق هاي الأمور أو هاي الإجراءات تطلب وجود قرنية طبيعية مشعيراتها تكون مناسبة وما لا مريضة مثل مرض القرنية المخروطية ممكن يحتاجوا أكثر من عملية أكيد هلا إحنا الفكرة مثل ما حكينا قبل شوي مريض قرنية المخروطية بأحسن الأحوال إحنا لما نحط له مضادرة أو لما نحط له عدسة لاصقة أو لما نعمله تصليب بالقرنية فهذا المريض صراحة إذا بنا نعمله إحنا تصحيح نظر فهذا بيحمل خطورة بالمستقبل يعني مريض قرنية مخروطية إذا إحنا بنا نعمله تصحيح فهذا التصحيح هو بيحطه باله والذي حوليه حواليه حطه باله إنه ما له مثل تصحيح الليزر أو اللازك يعني أنا مريض قرنية الطبيعية كان فيه عنده مثلا تفيد درجات نقص مثلا درجتين انحراف عملت له تصحيح نظر بالليزر أو اللازك راحوا درجاته ممكن يضلوا لفترة طويلة ممكن يضلوا طوله العمر مريض القرنية مخروطية مختلف عن هذا الوضع القرنية مريضة القرنية رئيئة القرنية حساسة على أي إجراء رح يكون عليها فلذلك أنا كتير بكون حذر عن مرضى القرنية المخروطية أنه أنا ما أعمل عملية إلا لتخدمه للمريض ما دائما أنا بلحق المريض أو رغبة المريض أنه أنا بدي يصلح النظر لأنه أحياناً بيتصحيح النظر عن مريض القرنية المخروطية ممكن يكون فيه أزه هلأ قيبت أنا ممكن أفكر بالليزر أو الليزك عن مرضى القرنية المخروطية مريض عمل زرع قرنية مثلاً بعد ما زرعنا القرنية إحنا طبعاً زرع القرنية بضل المريض في قطب بين القرنية اللي إحنا زرعنا له إياها وبين السرير تابعوه أو القرنية تابعوه هاي الأطب من بلش نفكها إحنا بعد ست شهور لحد السنة تقريباً لبما تمفك كامل اطب القرنية أنا بمجرد ما أنه أطمنت أن القرنية أخدت مكانها استقرت أنا يوميتها ممكن أفكر على الدرجات اللي ضلت ممكن أعمل ليزر أو ليزك ليش لأنه هاي القرنية اللي أنا زرعتها هلأ صارت قرنية طبيعية يعني أخذت أنا من مريض طبيعي وزرعت اللوية أنا يوميتها ممكن بقى فكر بعدسات فكر بننظارات فكر بليزر أو ليزك أو فكر بخيارات أخرى ولكن إحنا دائماً بدنا نكون حريصين جداً قبل ما نعمل أي عملية تصيح نظر نعمل صورة للقرنية وإذا في أي شك بوجود قرنية مخروطية أو مرض بالقرنية أو ترقق بالقرنية ما أستعجل أبداً أعمل عملية تصيح نظر ما أركض أنه أنا صلح نظري لأنه ممكن يكون فيه عواقب لها الموضوع سلبي للأسف أكيد نعم يعني دكتور حاولنا قدر الإمكان أنه حيث بتفاصيل الموضوع وبالأعراض وطرق العلاج متمن أكيد يا عيد السحوى أمين يا عيد السلام إلى جميع المرضى وبدأ نشكر وجودك معنا لليوم دكتور باسل إبراهيم شكراً أنا بتشكركم كثير على الإخاء وشكراً جزيلاً لكم أهلا وسهلاً في تناولتنا نشكر كثير على الإخاء وشكراً